أول كان معي الوزير كان شعورك أديو أنت في اللوكيشن وقاعدة بتتكلمي كده سعيدة سعادة ما بعدها سعادة مين اللي جابك الفرصة دي؟ مكتب رجيسير حضرتك روحتي وقلت أنا عايزة أعمل داو أه طبعا عشان طموحك عايزة أمثل أنا حب أبتدي الحكاية دايما كل حاجة من المستوى الأدنى أبتدي سلم من تحت خالص ودخلتي طلبوك عشان الفاني حسيتي بإيه؟ لا فرحت طبعا يا ما كنتش مقدرة بس فرحت عشان مش أن أنا هعمل كده أنا فرحت أن أنا هشتغل مع أحمد زاكي ودكتور سمير سيف الله يرحمهم بكنا الله يرحمهم تفتكري أجر كان كم؟ مين جنيه مين جنيه ياه عملت بيهم إيه؟ جبت بيهم سندوشات في الغداء كده مع المجميع وعدنا ناكل سوا جتي بعد كده جالك مشاركة في اسكندرية نيويورك مع العملاق الراحل جميع أه بس اسكندرية نيويورك تعتبر أنا عاد 6 شهر بعمل كل حاجة فيها فاسكندرية نيويورك نحية الآخر 6 شهور وبرضو كان مكتب رجيسير عملتي بقى في 6 شهور دول بقى؟ عملت بقى عملت كتيرة جدا جدا اشتغلت دراما تليفزيونية واشتغلت في أفلام واشتغلت إعلانات وعملت كل حاجة عشان أجرب نفسي ما دي بقى تأثير العمل المصرفي عليا المخاطرة المحسوبة يعني مش مش هفتح فدري كده وأقول خلاص أنا ننفع ممكن أكون موسيلة كويسة وأخاف من الكاميرا في ناس عدا رهبة من الكاميرا يعني تبقى حافظة وأول ما الكاميرا تدور خلاص خلاص